ما عنديش قدنا مشكلة ان كل اللاعب او كل الاعلام بالمناسبة على مدار الاسبوع الماضي احتفل بلعيب نادي الزمالك وده فبيعي صحيح فبيعي بعد ايه لو كان الاهل يكسب كان كله هيحتفل بالاهل هنا بقى عايزين نحط نقطة لان بعد كده لما بيحصل ان النادي الاهل بيفوز ببطولات متالية ونلاقي فقط لغير نجوم الاهل في الميديا فبيبدأ يتقال ان الميديا بتدعم النادي الاهل فقط لغير الاسبوع الماضي ده يعني اعتقد بيضحة الامور دي تماما لعيب ينادي الزمالك منتشرين في كل القنوات بل مسؤول ينادي الزمالك منتشرين في كل القنوات هنا انا هقف عند تصرحات مسؤولين ليه لان اللاعب على حسب ثقافته فيه لعيبة بتبقى موفقة جدا زي حسام عبد المجيد وفيه لعيبة زي دونجا هو بيحاول يعني يدخدغ مشاعر جمهير نادي الزمالك ويدخل في خلافات مع لعبين اخرين على رأسهم امام عشور يعني فاكيد حسام عبد المجيد هيلقى التقدير من الجامهير المنافسة ودونجا مش هيلقى هذا التقدير لكن لما يكون المسؤول وانا اعني كلمة مسؤول تكون تصرحاته خارج اطار المسؤولية هنا الامر خطر كابت نخلي تيه اللي حصل طيب ايه كابتن حسين لبيب طلع بوضوح شديد جدا وقال اني نادي الزمالك اكبر قلع رياضية في مصر من حقه طبعا اي حد رئيس نادي يعني كشعبات الزمالك او الاهلي ممكن يقول ده تمام طب ده لغاية هنا ما كانش حد يقدر يرد لانه قالها قبل كده كذا مرة انت شايف ان الزمالك اكبر قلع رياضية في مصر انا بشوف ان الاهلي اكبر قلع رياضية في افراقيا ولكن مش دي القصة القصة يقول واللي يشوف غير كده يبقى ما بيفهمش الرياضة مش خلاص انت يعني اسقطت على الناس اللي تقول غير كده انها مش فهمة في الرياضة نعديها لكن الاخطر واللي هيقول غير كده هنبعده تماما من الرياضة ايه هو قال كده اه طبعا والله جد او والله قال كده هنبعده تماما من الرياضة او يمكن كان بيكلم على فكرة ان الزمالك يعني انه فيه ناس بتقلل من الزمالك او حاجة فهو بيوجه لان هو دايما دايما بيحترم النادي الاهلي على فكرة و و و علاقته بالنادي الاهلي كويسة جدا و من كابتن حمود خطيب يعني قصدي ايه بص يا كابتن بص يا كابتن عايز نتكلم جد ولا نتكلم كلامه ما العظيم انا ما استمعت ده طيمان هو قال ده قال ده و فكرة علاقته بالنادي الاهلي الحقيقة كابتن حسين لبيب يعني ينطبق عليه مثل اسمع كلامك اصدقك اشوف امرك استعجب ليه؟ كابتن حسين لبيب خرج قبل كده ببيان أنصف المسئولين والعوام والسوقة و كلام كان كتير جدا كان بسبب إيه كان كده في وقتها كان مع النادي الاهلي فكان مقصود بيه النادي الاهلي و قلنا خلاص انتهت فترة قبل كده سابقة و حصل وفاق ونادي الاهلي لا 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 انت برضو انت مساهل برضو احبب انا بساهل انا افتكرت كده دلوقتي كان المركز الاعلامي عمل مشكلة كبيرة ضد الزمالك لا هقولك كان وساعتها تم عقاب المسؤول عن القصة وكان فيه صور الترياءة كويس انت ذكردي هاقولك الموقف رغم ان كان الزمالك لسه مبارك للآهد هاقولك الموقف فهي مش دي بس انا اقولك الموقف بما انك ذكرت الموقف ده انا بستشهد بالموقف ده نادي الزمالك طلع بمبادرة مباركة للنادي الآلي بيلفوز على كاذرة شيفز بأخولة افريقيا ادمن في قناة النادي الآلي مش في المركز الاعلامي ولا في البيجر اسميال نادي الآلي في قناة نادي الآلي واه القناة بتحمل شعار نادي الآلي كل حاجة لكن القناة بيكون لها ادارة مختلفة فأدمن في قناة نادي الآلي طلع قال بنشكركم على التهناء وانا تمنى وصلكم مباراة نهائية حتى انو يدقى ميجاد اه بيتاري اه وامعمل الغمزة اه بيتاري غلط تمام؟ غلط ماشي طب انت بتديك بيتاريائة لا مش أصلي مش دال على فكرة على فكرة هكامل لك بس هكاملك عشان الناس اللي بتسفرج عليه انت كده انت كده هتحرف مستحيل لانه ماقلش اللي انت قلته ده مستحيل هو قال من يخطئ في النادي الاهلي هنبعده من نادي الزمالك في حق نادي الزمالك هنبعده عن الرياضة من يخطئ في حق نادي الزمالك ماقلش اللي يشوف غير كده يبقى يبقى فيديو يعني الراجل يقول يتأكد من كلامه مع طبعا الزميل الأستاذ سيفزار وأستاذ أبراهيم عبدالجواد وكان موجود الأستاذ هاني شوف المتواجد هاني شوف غير كده هنبعده أه طبعا وقال أنا ما بقيتش أخاف أنا ما فيش خوف تاني وكلام أنا ما فيمتوهش يعني أنا فيمتوهش بس هو أنا مليون في المية والله ما بخاضر أنا رفع هذا الرجل يعني هو رجل خلوق جدا هو لا يمكن يكون يقصد نادي الأهلي لا يمكن يكون يقصد نادي الأهلي هو أسكى من كده بكتير طب نحط نقطة الحروف بس أنا ما يقصدش نادي الأهلي بس أنا راجل دلوقتي طلقت أعلامي وأنا يعني شرفني الانتماء لنادي الأهلي مثلا وقلت أن النادي الأهلي هو أكبر قلعة رياضية من حق لا ده أنا كده هاستبع أنا كده هيبعدني كده هيبعدني كده ليه يا عم ليه هو هيبحقك يا عم هو قال كده لا 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 طب مش هيبعدني لحظة لا يحقر هو ما فيش حد يبيحقر على رأي حد أنت ما سمعتش الفيديو وبالتالي خليه مشغله في الإعداد للفيديو ونتناقش فيه النقطة التانية أقل ما فيها يقول أنا بفهمش ليه أنا بفهمش عشان قلت كده ده رقم معها النقطة بس اللي بنكلم فيها لما حصل الكلام ده من قناة النادي الأهلي وقاد من قناة النادي الأهلي إيه اللي حصل تنزل اعتذار رسمي لنادي الزمالك وتم تحويل الأدمن للتحقيق هل نادي الزمالك في مرة في حالة إساءة للنادي الأهلي طلع ببان قال هنحول الناشئين للتحقيق هل انت عارفت التحقيق تم فيه إيه ولا أي حاجة هل تم استر يعني انت مقطع ناشئين انت مقطع ناشئين طلع عمل برضو إساءة زي كهرباء أو زي قابليها رمضان في القطع الناشئين في الأهلي هل طلع تحقيق انت عارفنا التحقيق كابتن أنا لما أنا طلع ما قال ان حاولت التحقيق ده شيئي جيد تمام قول لي انت لازم تعرف وهي نيابة هو حاول التحقيق روح الرياضية مش حريصة إزاك طبع طبع أنا أنا يعني النادي الأهلي لعابته إتهانت وإنت عارفت بالإهانة قول يا جماعة خلاص احنا بنعتذر والناس دي تام معجبتها كذا 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 أنا بقولك القصة في الوضوح بالشكل ده محتاجة مراجعة ومحتاجة الكابتن حسين لبيب زي ما النادي الأهلي في القناة النادي الأهلي طلعوا اعتذروا الكابتن حسين لبيب كابتن حسين لبيب مطالب بالإعتذار إما بطولات، إما شعبية، إما صنوعة بطل أوليمبي، صح؟ صح، مش دي المعايير، إما يعني نادي متواجد فروقة في كل مكان في الجمهورية، نادي له أكاديميات خارج الجمهورية، دي المعايير، هل المعايير دي تنطبق على نادي الزمالك حتى في عهد الكابتن حسين لبيب، أنا أسف لا لا تنطبق طبع ليش بقى، فاضح، أنت بقى قدام كابتن الزمالك التاريخي، طبعا حقك طبعا قولا واحدا، الأهلي قلعة رياضية عظيمة وعريقة وكبيرة وشعبية جارفة وبطولات وإنجازات وتاريخ خلاص؟ طبعا النادي الزمالك قلعة رياضية كبيرة وتاريخ وشعبية وبطولات طبعا، طبعا، دي ريال مدريد قلعة رياضية كبيرة برشلونة قلعة رياضية كبيرة بس أنا طلعت، أنا طلعت، شفت ما تقول من عندي يا كبتن، مفيش حد يعني هو ده بس قلعة رياضية كبيرة أنا فاهم طبعا، وبنقدر تماما نادي الزمالك ونادي الزمالك محق أكتر من 70 بطولة، ده رقم ما ينفعش استهان به ونادي الزمالك أكثر من مئة سنة، وشعبية جبنى الزمالك إن إحنا كلنا عندنا نتشرف بوجود قلعة رياضية، يعني هيا سألك سؤال، فضل وإنت إحنا كنا مع بعض في ناكاس مصر، والمطش ده هو فيه المملكة العربية السعودية بتستقبل أي دربي عربي غير الأهل والزمالك؟ والحقيقة لو أي دربي عربي مش هيحق النجاح اللي بيتحقق في الأهل والزمالك ليه؟ لأن دول قلعتين رياضيتين تاريخ كبير كابتن حسين لبيب في العشر شهور كان عامل إيه قدام القلعة الرياضية الأكبر في خارة أفريقيا يعني لو استعرضنا بطولات كرة القدم على مدار الموسم الماضي ممكن نستعرض البطولات عشان تبقى بالأرقام عشان نشوف هي والمعيير إيه؟ هي المعيير أنا حابب كده أو أنت هتختصر عشر شهور في القلعة الرياضية؟ لا ما أنت لو كلمت عن التاريخ لا هو بيكلمش عن عشر شهور ده أنت لو كابتن لو كلمت عن التاريخ ما هو الأهلي الأهلي ضعف بطولات الزمالك ماشي أنا ما عنديش مشكلة حضرنا يا كابتن بنفسك قلت شعبية النادي الأهلي أكبر من شعبات الزمالك يعني أنت شاف أن الأهلي أكتر بطولات؟ الأهلي أكتر بطولات؟ الأهلي أكتر شعبية؟ الأهلي أكتر شعبية؟ الأهلي أكتر صمعت بطل أوليمبي؟ الأهلي أول نادي طلع علينا بطل أوليمبي؟ الأهلي أول نادي طلع علينا بطل أوليمبي؟ ايوة دلوقتي ما كانت زيبلك اكتر بطولات ما كانتش ملتقى الاكسر تتويجن من حقك تحط على اللوب يعني مرته باكسر بطولات ومرته باكسر تتويجن لا اما هي الاكسر بطولات هي الاكسر تتويجن كيف تنخيل